إذا بدك تربح للإنترنت ومش عارف وين تبدأ فهذا الفيديو هو مخصص لك في هذا الفيديو رح نستعرض معاً 8 طرق رائعة على الربح من الإنترنت هاي الطرق بإمكانها تأمن لك دخل شهري ثابت وأيضاً كل طريقة من هاي الطرق رح تجد في وصف الفيديو شرح تفصيلي من الألف إلى الياء إذا حبيت تبدأ فيها وأيضاً في نهاية الفيديو رح أخبركم أي طريقة هي الأفضل للبدء وإذا أنا اليوم بدي أبدأ بالربح من الإنترنت إيش المسار اللي رح أسلكه وإيش هي الطريقة اللي رح أبدأ فيها السلام عليكم أنا عمر جهامي أكتر سؤال بوصلني كيف أربح من الإنترنت وين أبدأ ما هي أفضل الطرق فأنا قررت أعمل فيديو شامل عشان أي شخص مسألني هذا السؤال أقول له تفضل روح إحضر هذا الفيديو فهذا الفيديو رح أضع لكو طرق مجربة وطرق عملية ما فيها اللي هي إحضر إعلان أربح خمسة دولار أو روح أخريطة جوجل أربح دولار كلها طرق عملية ومجربة هاي شغلة مهمة جدا نتذكرها والشغلة الثانية إنها بتأمن لك دخل شهري ثابت يعني كل ما اشتغلت على هاي الطرق وكل ما حطيت جهد كل ما إنك قدرت أنت فعلا تحصل على دخل شهري ثابت مستمر مش لشهر أو شهرين أول طريقة بنحكي عنها اللي هي الأفيلية ماركتنج أو التصويق بالعمولة هاي باختصار معناها إنك أنت بتسوق منتجات لأشخاص آخرين وبس ينباعوا هدول المنتجات من خلالك أنت بتقوم بتحصيل عمولة أو كوميشن أكبر مثال وأهم مثال على هذا الموضوع هو من خلال أمازون أفيلية أنا عامل فيديو مفصل حوالين هذا الموضوع خلينا نشوف مثلا هذا الموقع هذا الموقع اسمه This is why I'm broke هذا واحد من أشهر المواقع تابعون الأفيلية تابع أمازون هو عامل زي بلوغ أو عامل مدونة فمثلا إذا بتروح هون على هاي المقال بيكون حكي لك مين أحسن مثلا خيم للتخيم أو اللي هولة الكامبرز فبتنزل هون بتلاقي مثلا هاي الخيمة بتلاقي هاي الخيمة بتشوف هون مثلا بتكمس check it out فبتروح على موقع أمازون إذا انت اشتريت من خلال انك ضغطت على هذا الموقع ورحت هون إذا بتشوف هون موجود اسم الموقع اللي هو اللي بسموه الأفيلية كود واشتريت انت بتقوم بتحصيل الكميشن احنا في عندنا فيديو تفصيلي عن هذا الموضوع راح أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو الطريقة التانية للربح من الانترنت هي الربح من اليوتيوب في طريقتين للربح من اليوتيوب طريقة زي ما أنا بعمل بحط كاميرا قدامك وبتحكي وبتشوف موضوع الناس بتحبه وبتحكي عنه الطريقة التانية اللي أنا بدي أركز عليها هون هي انك تربح من اليوتيوب من غير أن تظهر بالفيديو إيش بقصد بهذا الموضوع إذا بنتطلع هون بنجد قناة من أشهر القنوات العربية اسمها متع عقلة هذه القناة فيها حوالي 8 مليون إذا بتنزل مثلا تشوف خلينا نختار فيديو مثلا نشوف هذا الفيديو ماذا يحدث إذا جف المحيط بتشوف إنه هذا الفيديو بنقسم إلى مقاطع فيديو صغيرة بنقسم إلى شوية موسيقى وبنقسم إلى تعليق صوتي هاي هي قنوات اللي هي بتربح من غير أنت ما تظهر بالفيديو فيه الآلاف والآلاف من هاي القنوات والعديد من الأشخاص بحققوا أرباح جيد جدا وأنا منهم بتير عديد من هاي القنوات وفعلا هي طريقة رائعة للربح من الإنترنت الطريقة الثالثة هي الربح من خلال الطباعة عند الطلب أو الـ print on demand باختصار شديد هاي الطريقة بيكون في عندك تصميم هذا التصميم ممكن تطبعه على تي شيرت تطبعه على هودي ممكن تطبعه على كتير شغلات ولما شخص يقوم بالشراء من متجرك انت بتكون متعاقد مع الشركة للطباعة عند الطلب ومن ثم هي بتقوم بطباعة هذا المنتج وبتقوم بإرساله للشخص اللي قام بشراءه انت بالنسبة إليك ما بتشوف هذا المنتج ولا تحتفظ بمخزون وهاي العملية تتم كاملا بشكل آلي برضو أنا في عندي فيديو مفصل من الألف لللياء حول هذا الموضوع رح أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو الطريقة الرابعة هي الـ dropshipping الـ dropshipping باختصار شديد انك انت بتحط بضاعة على المتجر تبعك برسم البيع وعند بيعها تقوم بشرائها وإرسالها للشخص اللي قام بشرائها وانت بتحتفظ بها مش الربح خليني أوضح لكم إياها من خلال مثال بنجد على سبيل المثال هذا المتجر الإلكتروني بنجد فيه مثلا هاي البلوزة إذا بنكبس عليها حقها هون 37 دولار إذا بنروح على موقع علي إكسبرس الشهير بنجد أنه سعرها 22 دولار هذا البوقع بحطها على الموقع تبعه برسم البيع لما حدا يقوم بشرائها من هذا الموقع هو بيقوم بشرائها من علي إكسبرس وبرسلها للشخص اللي اشتراها من هون وهذا بيحتفظ بها مش الربح طبعا هاي العملية تتم كاملا بشكل آلي برضو أنا في عندي فيديو مفصل جدا حول هذا الموضوع بتقدر ترجع له في وصف الفيديو الطريقة الخامسة هي الربح من خلال إنشاء مدونة أو مجلة أو موقع إخباري هاي من خلالها أنت بتربح من جوجل آدسنس بتحط إعلانات جوجل على الموقع تبعك وبس أي حد ينقر عليها أنت بتقوم بالربح بنتطلع هون عموقع موضوع دوت كوم إذا بتنزل هون بتشوف هذا إعلان إذا بتكبس هون بتلاقي عليه إعلانات جوجل إذا بتنزل هون برضو بتلاقي إعلانات جوجل يعني أي شخص بتضغط هون موضوع بربح بجوجل آدسنس وإذا بنروح الموقع الرسمي لجوجل آدسنس وبتنزل تحت بتجد هون إنه في عندهم إشي اسمه اللي هو بروفت كالكوليتر أو الآل الحاسبة تبعة الأرباح فإذا اخترنا المنطقة تبعتنا اللي هي الشرق الأوسط واخترنا هون مثلا فئة بدك تعمل موقع خلينا نفترض موقع إخباري وتعمل حساب إذا أنت في عندك عدد مشاهدات شهريا للموقع تبعك خمسين ألف إنت بتربح بالسنة ألف ومئتين إذا في عندك مثلا على شهريا بدخل على موقعك اثنين مليون إنت ممكن تربح سبعة وأربعين ألف إذا بتغير مثلا الأخبار بتحطها إشي تاني يعني مثلا خلينا نشوف موقع له علاقة بالشؤون المالية الشؤون المالية الربح فيها أكتر شايفين يعني إذا بتحصل تعمل موقع للشؤون المالية وبتحصل على تلاتمائة ألف زيارة شهريا ممكن تربح في السنة تبانية وسبعين ألف دولار فهذا نوع من الأرباح رائع جدا وأنا في عندي شرح تفصيلي إذا كون من خمس فيديوهات من السفر كيف تبدأ تعمل المدونة وكيف تاخد موافقة جوجل وكيف تحط الإعلانات إذا بدك تبدأ في هذا الموضوع بتلاقي بالوصف الفيديو الرابط لهذه الفيديوهات وفي كتير من الأشخاص يعني أنا كتير منبسط لما يبعثوا لي يقولوا لي إحنا بلشنا المدونة وأخذنا موافقة جوجل وبدأنا نعمل أرباح الطريقة السادسة هي من خلال الدورات التدريبية الآن أنت بتقدر تعمل دورة تدريبية وتحطها على الإنترنت وتقدر تبيعها بأقل جهد ممكن أحسن منصة في العالم لهذا الموضوع اسمها منصة تيتشابل أنا على سبيل المثال عامل دورتي التدريبية من خلالهم فبتجد هون وصف عن الترينينج كورس بتجد هون رسوم الدورة بتجد هون المحتوى الدورة التدريبية فإنت إذا في عندك معرفة من نوع ما وحاسس أنه في ناس ممكن يشتروا هاي المعرفة ممكن أن تحطها من خلال موقع تيتشابل وبرضو أنا في عندي فيديو مفصل لهذا الموضوع وأجمل شيء موجود في تيتشابل إنك إنت لما تبيع الدورة التدريبية تبعتك هو بيقوم بتحصيل المصاري يعني هو بأخذ الرسوم وبرسلك إياها في حسابك لآخر الشهر فإنت بالتالي مش لازم تروح تعمل بوابة دفع ولا تروح تفتح شركي ولا غيره من خلال تيتشابل أنت بتقدر تعمل كل شيء ببساطة شديدة الطريقة السابعة هي الطريقة بسموها الكلاسيكوي الطريقة التقليدية إنك أنت تعمل متجر إلكتروني تستورد بضاعة وهذه اللي بضاعة تحطها على المتجر تبعك وتبيعها بربح يعني مثلا بوقع علي بابا اللي هو بيبيع بالجملة الشهير في الصين من خلاله ممكن تستورد بضاعة وتبيعها في البلد اللي أنت موجود فيه وهاي أنا شايفها واحدة من الطرق اللي هي إذا عند شخص حابب يبدأ بطريقة جدية ومعها رأس مال ممكن فعلا أنه يبدأ فيها طبعا كيف تعمل متجر إلكتروني متكامل في عندي شرح جيد جدا راح أتركلكو برضو الوصف إليه في أسفل الفيديو فإنت إذا حابب يكون في عندك بضاعة معينة أو مثلا إذا أنت ست بيت وتقومي بعمل منتجات يدوية وحابب يتبعيها على الإنترنت ممكن تنشئي متجر إلكتروني خاص فيك الطريقة الثامنة هي طريقة رائعة جدا خصوصا للأشخاص اللي هم لساتهم بالجامعة أو خلصوا جامعة وهي تصميم المواقع الإلكترونية تتخيلش أنا في اليوم بيجيني كم إيميل لأشخاص بيقولولي ممكن نصميم لنا موقعنا الإلكتروني لأنه إحنا ما بنعرف طبعا أنا ما في عندي وقت ولكن أنت بتقدر تتعلم هذا الموضوع بتفاصيله أنا عندي يمكن ثلاث أو أربع فيديوهات حوالين هذا الموضوع يعني أنت بتقدر تشتري استضافة تستضيف فيها عدد كبير من المواقع بسعر موحد وأنت بتقدر تبيع الموقع تصميمه 300 دولار وأربعمائة دولار والموقع ممكن يكلفك 30 أو 40 دولار فالطريقة هاي رائعة جدا للأشخاص اللي هم عندهم علاقات وبيقدروا يعملوا موقع ويسوقوا حالهم كمصميم مواقع إلكترونية وفي كتير أشخاص بدأوا في هذا الموضوع عم يحققوا أرباح جيدة جدا وهيك يا عزائي بنكون غطينا التمن طرق اللي هم باعتقادي أفضل طرق للربح من الإنترنت الآن خلينا نجاوب على السؤال لو أنا اليوم ببدأ الربح من الإنترنت وين ببدأ؟ خلينا نتفق على شيء بالبداية أنه الأشخاص تختلف في نوعين في نوع من الأشخاص بحب القراءة عنده ملكة الكتابة هدول الأشخاص أنا بنصحهم أنهم يبدأوا بالمدونة الخاصة فيهم ويقوموا بتحقيق الأرباح من جوجل أدسينس وأيضا ممكن يبدأوا في قناتهم الخاصة على اليوتيوب النوع الثاني من الأشخاص اللي هم بيحبوا التجارة والبيع والشراء أنا بنصحهم أنهم يبدأوا في متجر دروب شبينج أو الطباعة عند الطلب بس ياخدوا خبرة كفاية بنتقلوا وقتها لمتجر إلكتروني خاص فيهم ويكونوا هم مملكوا البضاعة الموجودة على هذا المتجر ولكن بالبداية أنت ما تقدر تروح تشتري بضاعة وتحطها عندك في المخزن ويمكن تخسر فأنت عشان هيك ابدأ بالدروب شبينج أو الطباعة عند الطلب اتعلم حصل رأس مال ومن ثم انتقل للمتجر الإلكتروني الخاص أما الأشخاص اللي عندهم معرفة وعلم معين ويحسوا أن هذا العلم ممكن حدا يدفع مصاري مقابله يعملوا الكورس التدريبي على موقع تيت شبل زي ما بينات لكم طبعا كل هاي الطرق فيه إلها بالوصف تبع هذا الفيديو تحت تحت الفيديو بتلاقي شرح تفصيلي بتمنى أنكم كونوا استفدتوا أنا عمر جهامي والسلام عليكم